طب التور عندما نتحدث عن مناسك الحج بالمجمل ودلالات هذه المناسك التي يقوم بها القجاج في مكة المكرمة المشاعر المختلفة هذا التجمع للمسلمين من كافة أسقاع الأرض وهم يمتثلون لأوامر الله بأداء هذه الشعيرة لمرة واحدة وتسقط هذه الفيضة أي دلالات تحملها كل هذه المناسك بشكل أو بآخر؟ مهما فعلت أنت من زنوب ومهما فعل كل الحجاج من زنوب كل هذا يزوب في حلم الله سبحانه وتعالى على عبادك هذه واحدة لو جينا نشوف بعرمة تتهيأ للحج وتروح وتلبي أعظم نداء يقوله الحجاج لبيك اللهم لبيك نبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك كل الناس أخي الكريم تعجوا بهذا النداء العظيم الذي بعظيم ما تقوله وإحساسك ونفسك وروحك تواقت بهذا الكلام ترقى بذكرك هذا والملائكة تنظر إليك وترعبك بهذا النداء العظيم وهذه التلبية العظيم وإنت بتقوله ربنا لبيك لبيك يعني يا رب أنا موافق وفرحان إن جايي لك وأنا هطيعك في كل حاجة والحاجات اللي أنا كنت وحش فيها وأنا عارفها وأنت عارفها والحاجات اللي أنا نستها أنا جاي أجدد العهد مع جلالي وجهك العظيم إن أنا مش هعمل كده تاني يا رب أنا جاي لك يا رب إبالي ولذلك نصيحة لكل حاجة قبل أن يحب ولكل محتفل هنا بيوم عرفات في بلده في بيته في المسجد بمنطقته أن يتوب إلى الله أولا هذه أعظم نقطة أراها أهم نقطة عدم التوبة يمنعك من المسلوط طب أنا أعرف لسه وروح خط التأشير وروح عدم التوبة يمنعك من القبول فإياك إياك أن تمنع من الوصول وإياك إياك أن تمنع من القبول ماذا أفعل أتوب إلى الله توبة النصوحة يعني إيه أتوب إلى الله توبة النصوحة يعني أنا أعزم العقد فعلا وليتي فعلا إن أنا مش أعمل المعاصي دي خالص حتى ولو أنت هتعملها وأنت إنسان لابد أن تخطئ مش هدقش طول حياتك حتى بتوع أهل بذر تعملوا أهل بذر فالله كان غفرة لكم هل كلها حسنات ما أنت لازم هتعمل أخطار بس أنت تكون حريص فعلا وموقن وبتشدع على يدك أن الله سبحانه وتعالى يساعدك ويعينك أن تتوب وأن لا ترجع إلى المعاصي وأنك في هذه اللحظة قد ندمت على ما فعلت من زنوبة وخطايا هذه واحدة بتطوف بيت الله الحرار أهل الطواف وحتى بتطوف خلاف عقرب الساعة مش زي عقرب الساعة كأنك ترجع إلى صدر الإسلام وإلى النبي صلى الله عليه وسلم وكيف إحنا بنحج زي ما هو بنحج بس أنت بترجع بالعهد بتفتكر ماذا فعل النبي وماذا جاهد النبي وأي بلاء رؤية للنبي وأي ابتلاء وقع في حق النبي أشياء عظيمة جدا وجيت لك سهلة ميسرة فترجع تتذكر رحمة الله إن جيت لك هذه الدعوة بيضاء مفيش في حاجة لف وتذكر لف وتذكر ثم تذهب إلى السعي السعي ده شيء عظيم جدا بيعلمك أمنا هاجر أنه عايزة الماء لابنها ولدها طفلها إسماعيل عليه السلام هل إسماعيل كان في منطقة السعي السعي بين الصفة المروه لا ده كان هناك في مقام إبراهيم يعني بين الكعبة وبين زمزم مش عنده بلاية زمزم حينما أمر الله سبحانه وتعالى جبريل تحت أرجل سيدنا إسماعيل الذي صار نبيا في معبع أن يضرب بالجراحية ضربة واحدة فخرجت الماء من زمزم لكن السيدة هاجر أمنا هاجر بتسع فيه بين الصفة المروه جابلين ملهاش دعب المنطقة اللي طلع فيها مية زمزم لكن هذا يعلمنا الأخذ بالأسباب حتى وإن لم تصل إلى النتيجة فالنتيجة من الرب مسبب الأسباب هو اللي بيجيب لك هو اللي يجاوب في الوقت اللي انت عايزه اللي هو عايزه سبحانه وتعالى مش اللي انت عايزه إحنا سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم دعوة سيدنا إبراهيم سيدنا إبراهيم قبل سيدنا النبي بخمسمائة سنة أو بألفين سنة يعني ألفين سنة دعوة نبي وستجوبة بعد ألفين سنة انت عايز سيدنا النهاردة وبعد بكرة تيجي هنا تقول لك مكتوم على الجينك هنا غفران الزلوب دعوة مهياش كده جميل انت تخلص إلى الله في النسك في النسك اللي انت بتقديه وتسعى بين الصفة والمرأة وتذكر جهاد السيدة هاجر عليه السلام وتذكر أنت جهادك في سبيل الله وتذكر انك انت تتعين نفسك على أن تجاهد وتصحح من أخطائك وتسعى في حياتك القادمة إلى رضا الله سبحانه وتعالى